القصور والكيلوي إحدى أكثر الأمراض الشائعة التي قد يتسبب بها الضغط الدموي ما إذا تأخر التشخيص في الوقت الذي أثبتت فيه الدراسات أن عديد الجزائريين يعانون من ذلك أننا ما خليه وش المريض حتى يوصل للقصور الكيلوي المزمن بشي يتابع الكيلوي ويشوف تأثيرات الضغط الدموي على الكيلة هو التأثير يكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويكون فيس فرسا يعني الكيلة تقدر تكون هي السبب في الضغط الدموي كما أن الضغط الدموي في حد ذاته يؤدي إلى القصور إلى أمراض متعددة عيص الكيلة من الضغط الدموي أو لسبب أخر يجبر المرضى على تعاطي بعض الأدوية التي قد تكون لها آثار سلبية على الكيلة كان حالات وين الأدوية الموجودة حاليا التي تهبط الضغط الدموي وتحمل كيلة من الآثار تحت الضغط الدموي كان حالات خاصة وين الأدوية هذوك ممكن إذروا كيلة من هذه المهمة راجعة للأطباء لتبعوا المريض أو الأطباء لتبعوا على جال الضغط الدموي أو الأطباء لتبعوا على جال مرض السكر أو مرض قصر كيلوي التي قادرين في واحد الحالات يعرفوا بالخف إذا كان الأدوية هذوك هما يراهم يأثروا ممكن بزاف أدوية حاليا والحمد لله التي الهدف تحهم أن ينقصوا في الضغط الدموي ويحمي الكيلة من الضغط الدموي مرض العصر لم يكتفي بكل ما يسببه للشرقين والقلب بل باتت لكيلة إحدى ضحاياه أيضا ليصبح التشخيص الصحية أولى خطوات العلاج والوقاية